خير يا فاند أيزاك تجيب لي محامي شمال لباسك نعم وده أنا أجيبه منين إن شاء الله وأعرف منين إذا كان مين ولا شمال دي مشكلتك يا سيد مين بس اللي قال إنها مشكلت حضرتك اسمع اللف والدوران ده مش هينفع معي أنا كنت عند باسم وقالي على كل حاجة وأنا بقول لك يا سيد إذا ما ساعدتنيش أنا هروح أبلغ عنك وهقوليني شفتك وإنت بتدي الباسم الباسبور المزور وساعتها هتبنتوا الاثنين زملا في قضية واحدة يا ربي هنلأس بس بتعمل في بعضها كده ليه في القرية دي لأ ومش بس كده أنا كمان هقول إن شفتك وإنت بتجيب له حشيش تفاكر الحشيش اللي مكتش ترى في شكله يا سيد عرفته يا فاندي ده تلع فتاة مش بس مفتاري أنا اللي عندي قولته والدور عليك ونعني عندي اختيار تاني يعني هتتصرف ده عشان ساعدتك بس يا فاندي منما هو حزب يالله هو نعمى الوكيل يبا يالله وريني همتك وبسرعة حاضر هدبر أمولي واتصل بيك على طول يا فاندي ربنا على المفتاري ألو أهلاً أهلاً يا سيد أيوة يا سيدي متريش طبعاً والأشياء معدن ريش وماشي يا معدن ايه مش عملت اللي عليا في ايه تاني الله يعني ايه عملت اللي عليك لسه الإفراج الصحي والرجل في المستشفى يعني عزه إفراج صحي لا يا حبيبي ده ليه حساب تاني يا سيدي سيبك من الحساب الحساب يجمع ده أنا جايب لك حتة زبون يا متر بنت أكبر رجل أعمال في مصر بجد يا أساس سيد؟ أو إيه اللي بجد؟ أنا هزر معاك فتح أنت بس مخك وشوف لنا واحد يشيل قضية كده بتاعت سنتين ثلاثة لا معليش يا بوسيد واحدة واحدة علي عشان أعرف أجيب لك الرجل المناسب وأعرف أقدر أتعابي كويس الله عليك اسمع يا واطي الموضوع تلع بيدي عن ساعتك خالص أنا خير عايزة أنا أجيب لها محامي للرزل ده ابن عمها اللي اسمه باسه غريبة قوي وانت تجيب لها محامي ليه؟ وش معنا انت؟ ما عندهم دهية قانونية اسمها أبو اليزيد بيلعب القانون لعب واضح إنها مش عايزة سالم بيها أخد فكرة عن الموضوع من أصله وإيه لك أنه فارن زي ما ساعتك بتقولي كلمها أبو اليزيد وجابهم الآخر طيب وهي إلي خليها تصك فيك إنك مش هتجيب سيرة لبابا ما هيقعد التعايد بقى يا فندم وتحلفني بالأحياء والأموات إنه مجيبش سيرة لحد بس أنا لو خبيت عن الدنيا كلها مش هخبي عنك يا فندم بس أنا ليه طلب ما تخافش مش هجيب سيرة لسالم بس مش علش أنا علشانك ربنا خليكي كده مش فاضل غيرينك تسمحي لسافر مع المحامي هقولك إيه؟ بوح عميزني بله دي رابع السنة اللي هي هنا يا سيد إنما أنت بتسأل ليه؟ عمممم يعني ده سينت الدنيا هنا شبر شبر عرفها كويس ها؟ تقريباً سيد أنا مش فهمك ما تسألني على طول عمر انت عايزه بقولك إيه؟ ممممممممم ما شوفتش هين عربية شروك يصودة كده متفهيمة في القرية؟ بإين؟ بإين؟ لأ années بتصيع أنا هصيعلي يا سيد عشان إنت عارف إنها دي العربية لا دربة أشرف الله يرحم هاديك قلت يا سيد الله يرحمه يعني ايه يعني الحي أبقى من ميت يا سيد يا حبيدي بتاعت مية مش بتاعت حد تاني تاني هتسيعة أرنل ايه ده بس يا سيد العربية ده نشفتها مرة واحدة وكانت صدفة أشرفية مالك يا أشرفية يا حول الله يا رب يعني ايه عربية سليمان هي لضربة الزبط أشرف فيه ابن سليمان وأشرف بيه ما عرفش ما عرفش يا سيد ومش عايز أعرف يعني ايه مش عايز أعرف انت مش هتبلغ ايه أبلغ اسمع يا سيد أنا في داركم لحم عندي عائل عايزة ربيهم والعائل دي اللي بتاكل تراب ولا بدفع مصاريف مدرسهم تراب وانا ما صدقت تثبتت في شغلانا يا سيد والمثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح يا صحبي وانا مش مرشد للبوليس دخليها تعرف بطريقتها إنما أنا لا شفت ولا سمعت ومات الكلام في السكة دي يا صحبي فهمت بقى يا بوليازيد انت لازم تكون موجود بكرة ما انت الوحيدة اللي بيعرف في هند الحسونة ده أنا أصلي مش نايس واجع دماغ سلام ريحتي وارتحتي اتفضل أبو العزي باشي بس بقى انتوا بالحاجة علي أخت هتلاقوا سلمان بي مستنيكوا هناك انجزوا بارعي ماشي أبو العزي باشي مش كلنا استنينا شوى لما نعرف إن نزام نزام إيه ويحزنون إيه اللي بتتكلم عليه عم حسونة الراجل عزبني على الغد عنده في بيته وسلمان مكلمني قدامك في التليفون وقال لي بعتولي الفلوس علي أخت انا بستنيها هناك يلا يا عم ادخل يا رب يا ساتر وش حسونة هاي شايف هلا 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 طب ما المتر موجود اهو وما اللي يعني ما جاب لنا السيرة انه هيبقى موجود اللي لادي عشان تعذرني لما الفار يلعب في أبي قلتلك دول بيبصونا البعض هات وخد وبيقسموهم مع بعض اول بوق ايو حسونة بس الحق يتقال شغل على مية بيدة كيفية ان فلوسنا بتطلع على حساباتنا برا وفي معادها ودي حاجة ببقيتش بتحصل في اليام الغابرة دي احسونا يا أخوي الله اتقفين تعملوا ايه عندكم ما تتفضل شايف الدحكة الصفرة اللي على وشه لو دحك لك دحكة صفرة اتحك له انت دحكة برتقاني خليك هولندي في الحاجات دي لما هافى من انت بتغاب عليها هيكش برتقاني كده لا اتغاب اكتر ايوة خليك ثابت على الغباوة دي خش عليها وسيد قالي ان ما فيش غيرك ممكن يشوف لنا حل اه اه بس كده الحكاية مع اقربة شوية وهي لو مش مع اقربة جينا لفليها برينس المحامات ماشي ماشي يا سيد تمسك فين بقى بالزبط وحضرتك مكنتش مركز معي في المطار حضرتك في المطار يا ست البنات انا في قمة التركيز ومركز معاك انا عارف ان تمسك في المطار بس المطار دي عبارة عن اجزاء من المكان اللي بتركيني في العربية للمكان اللي بتاخدوا مني الطائرة وتسافري عبارة عن اجزاء اللهم وصلي عن نبي جاه باز حج في لقم السهلة خالص ده لسه معرفش مش فاكرة بالتحديد لا لازم تركزي لو عايزة تاخدي مني رأي نهائي لازم تركزي اه دلتة بس ما توضطرهاش ركزي يا ركزي تقريبا في كافي جوه المطار في كافي كافي شفت كافي جوه المطار طب عايزين ايه بقى مين بالزبط؟ نعم يا مهرسو دميل تتحسدت ولا ايه؟ عايزين نخرجوا يا عبقاري يخرج اه لا صعب صعب يا كاد يكون مستحيل بسبب التكلفة العالية طبعا بصي انا اول ما قال يا كاد دي قلبي مرتاحش هو عشان الست هانم يعني محترمة وطيبة حنقلبها في الفلوس يلا نشوف معامي تاني بس سواني بس يا سايب سواني ايه دا محسس انه بيعمل قلب مفتوح ثانية واحدة بس طيب ممكن نعرف طلبات حضرتك ايه؟ نص مليون جنيين من الصابة طيب وحضرتك مشايف ان المبلغ أوفر شوية؟ عاليش مش فاهم؟ أوفر كتير يعني اخلص كتير زيادة عن اللزوم يعني يا ست هانم اساسا الموضوع أوفر طب ما انت عارف أوفر اهو؟ ماشي ماشي يا سيد انا لما سيد كلمني افتكرت ان الموضوع بسيط انت عايزين واحد يشير قضية عن ابن عم حضرتك يخد له فيها سنة سنتين الموضوع هيكلف مية مية وخمسين ألف جنيه لكن اللي اتحكالي دا صعب صعب يا سيد واحد مغير شكله واتمسك بجواز سفر بالشكل الجديد باسمه مختلف وتقولوله لها خرجوا لا 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 انا سأل على ايه طلع ابرا من كم اش من ان اطلعوا من القضية يعني افهم من كده انه في حل؟ كله بأمر الله بس الاول نتفع عالسهر جاهبس ان ا exceeded ya مع هذا يا سلاة الله ما حدش حتى استفنح لا بكلمة هو لا بدأ بحرف واحد لكنها كنت عدم نقل لقصد الحان لا